بيبدأ الفيلم بمجموعة من الدكاترة وهم قاعدين بيتكلموا على حالة مريض عندهم اسمه أرون وواحد من الدكاترة دي بيعرفهم ان المريض ده اوقات كتير بيتحول لشخصية عدوانية كبيرة جدا وممكن ان هو يأذي اي حد قدامه وفي الوقت ده بنشوف أرون وهو نايم وبيفضل يحلم بحاجات حصلت له قبل كده ولما بيصحى بيتحول تماما لشخص عدواني ومن كتر ما هو كان متضايق بسبب اللي حصل له بيقدر ان هو يتنقض بان الحديد اللي موجودة في الباب وبيطلع من القضى اللي هم كانوا حبسينه فيها وبيبدأ ان هو يضرف كل الممردين اللي موجودين بس لما بيطلع برة بيتكتروا عليه وبيقدروا ان هم يمسكوا تاني وللأسف العقاب اللي كان بيتعملوا لأي حاجة غلب بيعملها كان مؤلم جدا وما كانش بيقدر ان هو يستحمله وفي الوقت ده بتكون أم أرون قاعدة في المعبد وما بتمشيش منه أبدا وكل اللي كانت بتتمناه ان ابنها يخف من اللي هو فيه ويظهر برقته ويرجع زي الأول بعدها بنشوف زابط شرطة اسمه في كرام سينج وفي كرام ده كان بيحب شغله جدا وما كانش بيرضى بالظلم وكان كل المجرمين بيخافوا منه وبيعملوا له ألف حساب وفي الوقت ده بيفضل يضرف مجرم منهم لأن المحكمة طلعته براءة على الرغم ان هو اعتدى على واحدة وضيع لها شرفها ومن كتر ما هو كان ميتضيق منه وبيفضل يضرف فيه لحد ما المجرم ده بيعرف ان هو يروح يعترف على نفسه ولما بيرجع للبيت مرات اخوه بتفضل تتكلم معاه لأنها كانت بتتمنى ان هو يتجوز لكن في كرام بيعرفها ان هو مش هيتجوز غلل البنت اللي بيحبها ولما بتسأله هي مين في كرام بيعرفها ان هو للأسف ما يعرفش أي حاجة عنها وان هو شافها مرة واحدة بس بالصدفة ومن يوم ما هو بيحبها وبيدور عليها علشان يتجوزها ولما بيرجع الشغل مديره بيعرفه ان فيه قضية جديدة هيمسكها ولما في كرام بيسأله ايه نوع القضية دي بيعرفه ان فيه واحد اسمه قرون محكم عليه بالاعدام بسبب جريمة قتل هو عملها بس قبل تنفيذ الحكم بقى مريض نفسي والدكاترة بتقول ان هو تجنن وكل اللي مطلوب منك انك تروح تشوف الموضوع ده وتعرفنا هل فعلا مجنون ولا بيدعي الجنان علشان ما ينفس الحكم بس قبل ما بيمشي بيأكد عليه انهم ما يروحش يقبلوا بلبسه الشرطة لان بعد اللي حصله ده بقى بيكره كل رجالة الشرطة وبيتحول لحالة عصبية اول لما بيشوف حد منهم وبعد كده في كرام بيروح يقعد مع الدكاترة المسؤولين عن حالته وبيعرفوه ان في كرام فعلا مجنون وان شكله كده اتعرض لحاجة من رجالة الشرطة وهي اللي وصلوته للحالة اللي هو فيها وبعد كده بيجي في كرام وبيقف قدامهم كلهم وبيفضل يبصلهم بصات غريبة وبعد كده بيتجهلهم كلهم وبيقعد وبيفضل يقرأ في كتاب ولما بيحاولوا انهم ما يتكلموا معاه اوقات بيحسوا انه انسان طبيعي وفجأة بيتغير وبيفضل يضحك من جار اي سبب وكانت الصدمة في كرام لما بيندع له بيسأله على اسمه وبيلاقي ارون عارف كل بياناته حتى عنوانه ورقم تليفونه ولما بيسألوا الدكتور ازاي يعرف الحاجات دي الدكتور بيعرفوا انه من كتر ما كره زباط الشرطة قدر يعرف كل عنوانهم وارقام تليفوناتهم ومن الواضح كده انه عايز ينتئم منهم كلهم وبعدها ارون بيترجهم انهم ما يخرجوا من هنا وبيطلب منهم انهم ما معدوش يعملوا له صدمات كهربائية لانه بيتقلم منها بشكل كبير جدا ولما مأمور الاسم بيعرفوا ان سبنة مستنيه برا ارون بيتحول اول لما بيسمع اسم سبنة وبيعرفهم انه هو يقتلها بسبب اللي هي عملته فيه لكن بعدها بيقدروا انهم ما يسيطروا عليه وبياخدوه علشان يحبسوا تاني وفي الوقت ده فكران بيكون متعاطف معه جدا وبيكون عنده احساس كبير ان ارون مظلوم وفي اليوم ده بيفضل قاعد في المستشفى علشان يرقب حالته وبيشوفه هو بيبكي وعمال يغني لسبنة البنت اللي كان بيحبها وبعدها بنشوف سبنة دي وهي قاعدة حزينة في البيت وبيجالها عمها تاكور وبيطلب منها انها تحاول تنسى ارون وبيفكرها ان امها قبل ما تموت وصتني ان انا شوف لك عريس كويس وكل الممتلكات دي مرهون لحد اليوم اللي انت هتتجاوز فيه ولازم اللي تتجاوزيه ما يكونش ضمعان فيكي وبيحاولوا عمامها اللي اتنين يبينوا ان هم بيحبها وخايفين على مصلحتها لكن الحقيقة بتكون عكس كده وعمامها اللي اتنين بيكونوا عايزين يتجاوزوها حد تبعهم لان بعد جوازها هتورس 200 مليون روبية وطاكور كان عايز ياخد الفلوس دي كلها علشان يوسع نشاطه في اتجارة المخدرات والسلاح بعدها ام ارون بتروح للمستشفى علشان تقابل ابنها ولما في كرام بيشوف الحارس هو منعه ان هي تدخل بيوافق ان هو يدخل على مسئوليته لكن في الوقت ده ارون بيكون دخل في حالة عصبية جديدة وكان بيدلوا صدمات كهربائية لانهم ما كانوش قادرين يسيطروا عليه ولما امه بتدخل علشان تقابله ارون في الوقت ده بيكون فاقد الوعي ولما امه بتشوفه هو في الحالة دي بتفضل تبكي وبتطلب منه ان هو يقوم علشان ياخد حقه من لزلمه ولما الدكتور بيجي بيأمر الممردين ان هم يخرجوها برا لكن في كرام بيزعق لهم وبيترجاها ان هي تخرج علشان محدش يزيها وبعدها بترجع تعود تاني في المعبد لوحدها وفي كرام بيفضل يدور عليها لحد ما بيروح لها ولما بيعود معاها بيحس ان هي امه اللي اتحرم منها حتى لما كان بيندع عليها كان بيقولها يا امي ولما امه ارون بتسأله ايه اللي انت عايزه مني في كرام بيقولها انه حسس ان ارون مظلوم وان هو اول لما شافه تأثر بيه جدا وحبه وبيطلب منها انها تحكي له كل حاجة علشان يقدر يساعده ولما امه ارون بتحس ان في كرام مختلف عن صبات الشرطة بتسج فيه وبتصدقه وبتبدأ ان هي تحكي له على الحكاية كلها من اولها وبتعرفه ان ارون كان عايش في حاله وبيبعد عن اي مشاكل وكنا عايشين انا وهو حياة سعيدة جدا وفي يوم واحدة من زميله في الجامعة جات له البيت هو مش موجود علشان تعزمه على عيد ميلادها ولما ارون جاه عرفته على اللي حصل وفعلا في اليوم ده رح لها علشان يحضر عيد ميلادها وهناك قابل بنت اسمها سبنة كانت لسه متحولة جديد للجامعة اللي هو فيها وفي اليوم ده هم اللي اتنين حبوا بعض من اول نظرة وارون كان نفسه ان هو يتجوز سبنة في اسرع وقت وفي الوقت ده عمها تاكور كان عايز يجوزها لحد تابعه علشان يقدر يسرق منها المراز اللي هي تورسه بعد جوازها وما كانش قدامه غير ان هو يجوزه لشانكر ابنه اخوه وفي الوقت ده شانكر بيروح لها الجامعة علشان يعرفها ان هم اللي اتنين هيتجوزه لكن سبنة بتكون متضايقة جدا لانها اصلا ما كانتش بالطيقه ولما شانكر حب انه يعتدي عليها ارون بيشوفه مبيقدرش انه يشوف حد بيضايقها وفي الوقت ده بيروح لشانكر وبيفضل يضرف فيه بكل انتقام وبيفضل يقول بصوت عالي انه بيحب سبنة قدام كل زميلهم في الجامعة وبعد كده بيروح له وهي قعدة في المكتبة وبيعرفها ان هو بيحبها وما يقدرش يبعد عنها لكن سبنة في الوقت ده بتكون محروجة جدا لان كل زميلها في الجامعة كانوا بيتكلموا عليها في الوقت ده وقبل ما ارون بيمشي بيعرفها علمعد والمكان اللي هو يستنى فيه لكن سبنة بتعرفه ان هي مش هتيجي لكن لانها هي كمان كانت بتحبه من اول مرة شفيته فيها بتروح له وبيتقابله وفي الوقت ده بيحس ان هم وفي يوم هم برقصه وبيغنوا مع بعض بيقدر شانكر ان هو يصورهم وبيروح يفرج الفيديو العمها تاكور ومن كتر مكان تاكور متدايق بيتخيل ان قرون واقف قدامه وبيفضل يضرب فيه لحد ما كانها يموت في ايده لكن بعدها بيفوق من اللي هو فيه وبيقول لاخوه ان الشاب ده ورت نفسه في حاجة ممكن ان هي تقدع لحياته بعدها بنشوف شانكر وهو متدايق وبيكون واقف مع واحدة اسمها جيوتي والجيوتي دي كانت بتحب قرون جدا تنكر ويعرفها ان دلوقتي قرون بيحب واحدة تانية ولازم ان احنا نبعدهم عن بعض علشان يفكر فيكي وبيبعتها له وبيخليها تقرب منه وسابنة بتشوفهم في الوقت ده وبتفتكر ان في علاقة بينهم وطبعا بتكون متدايقة جدا وبتمشي من الجماعة وبترجع البيت لكن بعد شوية بتتفاجئ ان قرون عندها في البيت وبيحاول النواة يثبت لها ان مفيش حاجة بينه وبين جيوتي وانه محبش حد في حياته وقدمه وحبها ولان سابنة كانت بتحبه وبتسامحه لكن فجأة بيلوه تقور داخل عليهم وما بيكونش مصدق ان قرون وصلك بالجرأة ان هو يجي لهم لحد البيت ولما حب ان هو يضربه قرون بيمنعه وبيعرفه ان هو وسابنة بيحبه بعض وما فيش اي قوة تمنعه من الحب ده ولما بيخدها وبيمشي رجال التقور بيكونوا مستنيونه برة وبيبدأوا ان هم ما يضربوا فيه لكن بعد كده بيقدر ان هو يضربهم كلهم بس للأسف بيخدروا بيه وبيتكتروا عليه وبيربطوه وبياخدوه قدام امه وبيطلعوا عفش البيت كله وبيكسروه لكن لما قرون بيشوفهم وهم بضربوا امه ما بيقدرش ان هو يستحمل المنظر وبيقدر ان هو يفك نفسه وبيفضل يضرب فيهم بكل انتقام وفي الوقت ده بتيجي الشرطة وبيكون في وسطهم زابط شرطة مرتشي اسم غبطة وبيفضل يضرب في قرون ولما ام قرون بيجي له وبتعرفه ان ابنها معملش حاجة بيلاقوا تاكور جاي وبيهدد قرون ان هو لو ما سبش البلد ومشي هيقتله هو وامه علشان يكون عبرة للناس كلها وبعد ما بيمشوا قرون بيجيب السلاح وبيكون عايز يروح يقتل تاكور بسبب اللي هو عمله فيهم لكن امه بتحاول ان هي تهديه وبتعرفه ان هو لو حصل له حاجة ممكن ان هي تروح فيها وبعد كده بنشوف سابنة وهي بتعرف عمها ان هي بتحب قرون ومش تتجاوز غيره وفي الوقت دا تاكور كان لازم يشوف حل للمشكلة دي وبيبعت يجيب جيوتي اللي بتحب قرون وبيعمل على خطة شيطانية وبيطلب منها انها تروح لقرون البيت وهم هيصوروها معاه وبعدها سابنة هتشوفوا الصورة وهتكرهوا وبكده قرون هيكون ليك لوحدك وفعلا في اليوم دا جيوتي بتروح لقرون البيت وام قرون بتكم مسافرة في الوقت دا واول لما بتدخل بيخدروا بيها وتاكور بيقتلها من جر اي رحمة وفي الوقت دا بيكون في واحد من رجالته اسمه نتوار بيصوروه هو بيقتلها من جر ما ياخد باله وبعدها قرون بيرجع البيت وبيشوف جيوتي وهي مقتولة عنده وتاكور بيكون مبلغ عنه وبيتقبض عليه وبعدها تاكور بيتصدم لما بيلانه نتوار بيفرج له الصور اللي هو صورها له وبيطلب منه فلوس مقابل سكوته وطبعا تاكور مكانش في ايه دغر ان هو يدي له فلوس في الوقت دا لحد ما يشوف طريقة يخلص بها منه وبعدها غبتاء الزابط المرتشي بيفضل يضرب في ارون بكل انتقام علشان يعترف على نفسه ان هو اللي قتل جيوتي لكن طبعا ارون بيرفض ان هو يقول على نفسه حاجة زي كده وبيفضل مكمل في ضربه وتعذيب لدرجة ان هو كان بيكهربه لكن برضو في الاخر ارون بيرفض وبيضرب غبتاء وبيهينه قدام العساكر وبعد كده بياخدوه وبيفرجوا البيت بتاعه هو مولع وبيجبله امه لحد السيجن عنده وبيفضل يعذبه فيها قدامه وبيعرفوه ان هم ما هيقتلها لو ما اعترفش على نفسه وطبعا في الوقت دا ما كانش قدام ارونجر ان هو يقول ان هو اللي قتل جيوتي علشان ينكس امه من اللي هي فيه وفي المحكمة بيعترف على نفسه وبيقول للقاضي ان هو كان على علاقة غير شرعية مع جيوتي وان حصل بينهم مشكلة اضطر ان هو يقتلها فيها وطبعا سابنة ما بتكونش قادر تصدق اللي حصل وما كانتش عارفة ان ارون قال كده علشان يدفع عن امه وفجأة كل الحب اللي كانت بتحبه له بيتحول لقراهية وانتقام وبتروح له السجن علشان تشمت فيه ولما ارون بيحاول يفاهمها ان هو عمل كده علشان عماما يقتلش امه سابنة ما كانتش مسدقاه وقالت له انت لازم تتعدم مئة مرة وطبعا ارون ما كانش متوقع ان سابنة ما تصدقوش وماقدرش ان هو يستحمل اللي حصل وتجنن لدرجة ان هو كان عايز يقتلها وبعدها بيجي وقت الحكم وبيتحكم على ارون بالاعدام في جريمة هو بريء منها لكن وقتها ما كانش في اي حد قادر يسيطر عليه ومسك تاكور وكان خلاص يموت في ايده وما كانش قدام القاضي غير ان هو يعرضه على دكتور امراض نفسية علشان يتأكده هل هو فعلا مجنون ولا لا وبعدها ام ارون بكون خلصت الحكاية كلها وفي الوقت ده في كرام بيتأكد ان ارون فعلا مسلوم وبيوعد امه ان هو يقف جنبه لحد ما يزبط برقته وبعدها بيروح لمأمور الاسم في البيت وبيترجاه انهم ما يفتحوا ملف قضية ارون تاني لانه متؤكد انه بريء بعدها بنشوف نتوار وهو راح لتاكور علشان يطلب فلوس منه تاني لكن في المرة دي تاكور بيكون خلاص خد قرار ان هو يقتله وبيعرفه على المعد والمكان اللي هو هيسلمه في الفلوس اللي هو عايزها وبعدها بيروح يقابل قتل مأجور اسمه غندي وبيوريه صورة نتوار وبيطلب منه ان هو يقتله وتاني يوم ارون بيكون مع زماله المجانين والمستشفى بتكون بتنقلهم لمكان تاني وفي الوقت دا ارون بيكون خلاص وصل لدركة كبيرة من الجنان وبيتكلم مع زماله اللي معاه وبيعرفهم ان فيكم بلها تنفجر في العربية بعد شوية وطبعا المجانين بيكونوا خايفين وبيفضلي زعاءه بسط عالي ولما المسؤول عنهم بيوقفوا العربية وبينزل علشان يشوف ايه بيكون سهل على ارون ان هو يهرب بس ارون زي ما قلت ما كانش حاسس بنفسه وبيفضل يجري في الشارع كأنه بيلعب وفجأة بيلاقوا قدامه مستودع كبير وبيدخل ليستخبى فيه وبعد شوية بنشوف غندي هو داخل المستودع دا وبيكون جايب معانة ورع علشان يقتله وبعد كده بياخدوا الصور اللي معاه بس مش بياخد النيكاتف ولما بيطلع السف بتاعه علشان يقتله ارون بيكون شايفهم ولما بيقتلوا قدامه بيصرخ بصوت عالي وبيشوفوه وبعد كده بيطلعوا يجري وراف الشارع والحسن حظ ارون اللي شغالين في المستشفى بيمسكوه بس غندي بيعرف اسم المستشفى لانه كان مكتوب على العربية وبعد كده بيبلغوا في كرام بالجريمة اللي حصلت بيروح لحد المستودع علشان يحقق فيها ولما بيعرف من مرة نتوار انه كان شغال مع تكور بيكون متأكد ان موت نتوار تكور لعلاقة بيه وبعدها بنشوف ارون وهو قاعد مرعوب بسبب المنظر اللي هو شافه وفي الوقت ده غندي بيروح للمستشفى وبيدي له الحراس فلوس علشان يسوبوه يطلع يقتله وارون في الوقت ده بيكون بيرسم الحدثة اللي شافها على الحيطة ولما غندي بيطلع له ارون بيكون نايم لكن في اخر لحظة بياخد باله منه وبيحاول انه يهرب ولما المجانين بيشوفوه بيعمله صوت عالي وبعدها الدكاترة بتصحب النوم وما كانش قدام غندي انه يهرب ولما فكران بيعرف اللي حصل بيروح للمستشفى وبيبدأ الدكتور انه يحكي له على اللي حصل وبيعرفه ان ارون حاول يهرب مبارح ومن ساعة ما جبناه هنا هو عمال يصرخ ويقول جريمة قتل ولما فكران بيعرف من الدكتور ان مكان الهروب ده هو نفس المكان اللي حصل في جريمة القتل بيشك ان ارون ممكن يكون شاف الحدثة بنفسه ولما بيروح له للمكان اللي هو فيه بيلاقي رسم الحدثة اللي حصلت بالزبط وفي الوقت ده بيتأكد ان ارون فعلا كان موجود وقتها وبعد كده بيجيب حراسة المستشفى وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بيعترفوا فعلا ان في حد جو ادالهم فلوس علشان يسيبه يدخل يقتل ارون وبعد كده فكران بيطلب من المسؤول بتاعه ان هو يسلم له ارون لان وجوده في المستشفى يكون خطر على حياته وبعده محيلة جديدة المأمور بيوافق وبعد كده فكران بياخده وبيروح البيت عنده وفي وقت ما كانوا شايلين الشنطة بتاعته بتوع على الارض وبيخرج منها كل اللي فيها وكانت الصدمة الفكرام لما بيشوف صورة سابنة وبتطلع ان سابنة هو البنت اللي حبها طول عمره وما كانش عارف ان هو يوصل لها ويعترف لها بحبه ولما بيعرف من ام ارون ان هي دي البنت اللي ارون بيعشقها وكل اللي حصل له ده بسببها بيسيبهم وبيدخل غرفته وبيبدأ ان هو يفتكر اليوم اللي قابل في سابنة وقت ما قابلها بالصدفة هي وزميلها عالطريق وركبهم معاه واللي من جمالها حبها من اول نظرة وفي الوقت ده بيعمله حدثة بسيطة وبعد كده بيسيبه وبينزله وبعد ما بيمشو فكران بيليقي لها صورة واقعة في العربية ومن الوقت ده وهو محتفظ بيها على امل ان هو كان يقابلها تاني ويعترف لها بحبه ولما امراته بتدخله وبتسأله ايه اللي حصل فكران بيعرفها ان اللي بيحبها تبقى نفس البنت اللي ارون بيعشقها يحاول يثبت لها ان ارون مظلوم وبعد كده بيخدها وبيروح بها للاسم وبيخل واحد من العساكر اللي كان موجود وقت ما كانوا بيعذبوا ارون وبيعرفها انهم فعلا كانوا خطفين امه علشان ارون يعترف ان هو اللي قتل جيوتي وفي الوقت ده سابنا بتكوننا دمانع اللي هي عملته وبتفضل تبكي وكانت بتتمنى ان هي يتقابله ولما بتترجى فكرام وبتحلفه بحياة البنت اللي هو بيحبها فكرام بيفضل يبص لها وكان نفسه ان هو يقول لها ان هي حب حياته وبيوعدها ان هو يساعدها انها تشوفه وبعد كده بياخده للقصر عندها لكن في الوقت ده بتكون مغطية والشاعة لشان ارون ما يشوفهاش وبيفضل يتكلمه معاه وكانوا عايزين يتأكدوا هل الجنان اللي هو فيه ما اثر على حبه لسابنا ولا لأ وبعد شوية بيتأكدوا ان هو فعلا بيعشقها وانه تهديدوا لها بانه هيقتلها كمن وراء قلبه لانه ما كانش بيقول كده غير لما بس الحالة بتجيله وبعدها غندي بيروح لتاكور وبيعرفوا ان في واحد شافه هو بيقتل نطوار وكانت الصدمة ليه لما بيعرف ان اللي شافه ده يبقى هو ارون وطبعا تاكور بيكون متضايق جدا وبيطلب من غندي ان هو يقتل ارون بأي طريقة بعدها فكرام بيحاول ان هو يخرج ارون وفي اليوم ده بيروح يصهروا في مكان لكن في الوقت ده ارون بتجيله الحالة وبيعرف الموجودين في المكان ان فكم بلا هتنفجر فيه بعد شوية ولما الناس بتخافوا بتجري بيلاقي غندي داخل عليه وفي كرام في الوقت ده كان بيتكلم في التليفون وما كانش معاه لكن في اخر لحزة قبل ما غندي يقتله في كرام بييجي وبيقدر ان هو ينقذه وبيبدأ ان هو يضرف رجالة غندي وبعد كده ارون بيطلع يجري وغندي بيكون وراه وكان بيحاول ان هو يقتله وفي الوقت ده بيحدفه على محاول كهرباء وارون بيتعرض لصدمة كهرباء كبيرة جدا وبعد كده بياخدوه للمستشفى وبتكون حالته خطيرة لكن بعد شوية بيتكتب لعمر جديد وبتعد فترة الخطر على خير وكانت المفاجأة لهم لما بيعرفوا ان ارون بعد الصدمة الكهربائية دي هاقلوا رجع سليمه بقى زي الاول والجنان اللي هو كان فيه اختفى تماما ولما سبنا بتعرف بيكون فرحانة جدا وبتنزل علشان تروح له المستشفى لكن لما تقول بيعرف بيكون متضايق جدا وبياخدوه وبيحبسوه في غرفة الخدم وبعدها ارون بيطلع يشكر فكرام على وقفته معاه وما كانش مسدق ان هو عمل معاه كل ده وفكرام بيعرفه ان سبنا ندمان على كل اللي عملته معاك وبيترجاء ان هو يسمحها لانه كان متأكد ان هي لسه بتحبه وبعد كده بيطلب منه ان هو يهرب بسرعة ويحاول ان هو يزبط برقته وبيوعده ان هو هيساعده في الموضوع ده وبيعرفه ان سبنا هتستنى في المعبت بعد كده شانكر بيدخل علشان يشوف سبنا وبيتفاجئ لما مش بيلاها موجودة وبيعرف ان هي هربت ولما ارون بيروح المعبت علشان يقابل سبنا هما الاتنين بينسوا كل المشاكل اللي كانت بينهم لكن فجأة بيلاقوا الشرطة وقفة قدامه وسبنا بتقدر تساعده ان هو يهرب لكن للأسف بيتصبر رصاصة في رجله وبعد كده غبته والعساكر بتوعه بيطلعه علشان يدوره عليه وبيقدر ارون ان هو يستفرب بغبته في مكان لوحده وبيفضل يدرف فيه بكل انتقام وما كانش قادر ينسى كل اللي هو عمله فيه وبعد كده بيكلبشه في بوابة حديد وبيبدأ ان هو يكهربه زي ما هو كان بيعمل فيه بالزبط وبعد كده بيروح يدمر كل المستودعات بتاع التاكور اللي كان مخبفها كل المخدرات والسلاح وبيتصل به وبيعرفه ان هو هيقتله في اقرب وقت لكن برضو تاكور ما كانش همه غير ان هو ياخد المتين مليون روبية اللي هما المراس اللي سابنا هتورسهم بعد ما تتجاوز وبيطلب من شانكر ان هو يروح يعتدي عليها علشان بعد كده ما يكونش قدامه غير ان هي تتجاوزه وبعد كده بتيجي الشرطة وبتاخد تاكور علشان تحميه لانهم كانوا عارفين ان هو لو فضل برة ارون هيقتله لكن في الوقت ده ارون بيكون مستنيهم وبيقدر ان هو يركب العربية اللي تاكور فيها وبينط بيها من فوق الجبل ولما بيطلعوا العربية مش بيلاغر جسة اخو تاكور وفي الوقت ده بيعرفوا ان ارون خطف تاكور علشان يقتله بعدها شانكر بيروح علشان ينفس كلام عامه وبيحاول ان هو يعتدي علي سابنة لكن في اخر لحظة بيقدر في كرام ان هو ينقذها وبيكسم له ان هو يحافظ علي سابنة لحد ما يسلمها بنفسه القرون ويتجوزه وبعد كده بيفضل يضرب فيه بكل انتقام هو ورجالته وبعد كده بنشوف قرون وهو اخط تاكور في مكان بعيد علشان يصفي معاه كل الحسابات اللي بينهم وبيبدأ ان هو يفتكر وقت ما كان بيعذب امه قدام عينه وبكل انتقام بيفضل يضرب فيه قبل ما يقتله وبعدها بيلاقي في كرام داخل عليه هو وسبنة بس كانت الصدمة لهم لما بيلاقوا ان رجال التاكور عارفوا مكانهم ورحلهم وبيربطهم في بعض بالسلاسل وبيحرقوا العربيات وكانوا عايزين يقتلهم بطريقة بشعة لكن بعد شوية بيقدروا ان هم يفكوا الحديد اللي في قديهم وبتبدأ معركة كبيرة بينهم وبيبدأوا ان هم يضربوا ويقتلوا في رجال التاكور ولما غندي بيجرع عليهم علشان يقتلهم بيقدروا ان هم يمسكوه وبياخدوه وبيرموه في النار ولما تاكور بيحاول يقتلهم الرصوصة بتجي في التلابشات اللي في قديهم وبكده بيقدروا ان هم يتحركوا اسرع وبعد كده في كرام بيقتل شنكر وغندي بيطلع تاني من ناره ما بيكونش مات وبيقدر قرون انه يحدف عليه السف ويقتله وبعد كده بيروح لتاكور وبيكمل في ضرب وبيوقعوا على نفس السف اللي غندي مات به وبعد كده بيموت تاكور وبينتهي كل الشر معاه وفاجأة بيلوه مأمور الاسم جاي لهم وبيعرفهم انهم لقوا النكاتف اللي على الصور وعرفوا انه تاكور هو اللي قتل جيوتي وبكده بيتسيبت برات قرون وبعدها في كرام بيركب جنبهم العربية وبيحتفظ بحبه لسبنة من جر محدفهم يعرف وبيكون ده اكبر مثال للتضحية وبيخلص الفيلم على كده لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فاكيد ملخص الفيلم عجبك فياريت ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة علشان تتابع معايا اكوة ملخصات الافلام وعلشان اتأكد انك كملت معايا ملخص الفيلم للاخر اكتب لي في التعليقات كلمة بطل وتحياتي لكل اخ واختي متابعيني يلا سلام